وإلى ليبيا حيث رحب رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بالمبادرات السياسية الرامية لإيجاد حلول للأزمة في البلاد سواء بتعديل الاتفاق السياسي أو التوافقي على مسار دستوري وانتخابات عامة في سياق نادي صلة فدت وسائل أهلاء معربية نقلا عن المارصد السوري لحقوق الإنسان أن المقاتلين السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا تجاوز عددهم 11 ألفا بعد أيام قليلة من إعلانه التمسك باستمرار العمليات العسكرية في محيط العاصمة طرابلس فايز السراج زعيم حكومة الوفاق يصدر تصريحا مفاجئ مرحبا بمبادرات السياسية الرامية لوقف القتال ويدعو لاستئناف الحوار السياسي برعاية الأولم المتحدة بشكل عاجل وإلى إجراء انتخابات عامة في أقرب الآجال يرحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة معيدا عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقنا للدماء إعلان السراج يأتي وسط تسجيل قواته تقدما أمام قوات شرقي ليبيا بقيادة خليفة حفتر لا سيما في قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس وإعلانهم اقتلى آمر قوات القيادة العامة في القاعدة جيش حفتر نف الخبر وتوعد بحرق كل من يقترب نحوه احتدام المشهد العسكري بين السراج وحفتر يشكل كثرة الأياد الخارجية العابثة بالشان الليبي وفيما تواصل الإمارات وتركيا تراشق التهم بمد أطراف القتال بالأسلحة والمقاتلين يكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وصول دفعات جديدة لمقاتلين سوريين إلى ليبيا أرسلتهم أنقرة وتعلن أن عددهم تجاوز سبعة ألاف مقاتل أما أردوغان ورغم الانتقادات الدولية لتدخله في الصراع الليبي يتغنى بدعمه لحكومة الوفاق ويصرح أن ثمت أخبارا سارة سترده الأسبوع المقبل من ليبيا ترجمة نانسي قنقر